الايام الاخيرة شفنا كلام كتير جدا خاصة بعد نهاية مشوار دورة ابطال افريقية ابتدى الكلام على موسم الانتقالات الصيفية مين جاي مين ماشي والسوشيال ميديا انا ملاحظ الناس كتيرة خلاص بنت الموسم الجديد وبتتكلم وكأن الموسم خلص وكأن خلاص مفيش تدريبات فترة القيد وموعيد القيد بدأت والنادي الال هيبدأ يبيع ويشتري واجتماعات على مستوى لجنة التخطيط عشان رحيل لعيبة والتعاقد مع لعيبة ولعيبة رجاية اعارة ولعيبة مشة من اعارة وكلام كتير اوه بسمعه والله العظيم الواحد بيسمع حاجات انا على مدار الموسم نفيت حاجات كتيرة والايام ازبارت لحضراتكم بصوت والصورة ما فيش كلمة الحمد لله والفضل اللي لقناه هنا الا لما طلقت صح الحمد لله يمكن اجتهدنا على قد ما قدرنا وكل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه العام اثبتت بالدليل القاطع سواء بالمستندات او بالفيديوهات انه كل كلمة قلناها طلقت صح ولكن وصلت الامور لمرحلة ان اتقلك مسلا امام عشور وكهرابا ماشيين اه محمد عبد المنعم ماشي قليو ديانج عنده عرض وماشي قسام كتيرة طب تتكلموا على القوام الاساسي في فريق النادي الالي كله مع السلامة باي باي يعني ده اللي والناس بتزعل لما محمد الشناوي طلق اتكلم اه يمكن الشناوي كان يقصد ناس على السوشيال ميديا او بعض البرامج هو ما كانش يقصد الصحف بمعنى الصحف يعني ولكن الشناوي فعلا ما كانش كلامه غلط لما اتقلك ان معلومات كتير اتقلت غلط بس اتقلت غلط من مين من بعض البرامج اللي للأسف بتشتغل بلا ميهنية وبلا احترافية وفيه ناس بتتكلم بدون اي معلومة موثقة او رسمية عايزة تعمل بروباجندا عايزة تبقى تريند وللأسف برامج اتحفزت وتعرفت ان كل شغلها مفبرك كل شغلها مفبرك ما هو نفس البرنامج اللي طلع قالك قبل كده اصل الشناوي رافض يقعد دكة لمصطفى شبير هو هو نفس البرنامج اللي طلع قالك بعد كده اصل كان فيه توصية طبية ان الشناوي مايلعبش بس هو بينسى ليه هو بينسى عشان هو اصلا مش اعلامي مش مهني بيدرب اي اخبار ما تعرفش هو اشتغلها ازاي بس اشتغلها خلاص بقى نصيب وقدر اللي احنا نتعامل معه لانه اعلامي يطلع يقولك على لعيبة والله العظيم اتقال كده نصا الشناوي رفض يتواجد على الدكة لمصطفى شبير وبعدها وبعد البطولة الافريخية قالك اصل فيه توصية طبية منعت الشناوي ان يكون موجود في المباريات ده انت بتقول الكلمة وبتقول عكسها بس انت بتنسى ليه ان اللي بيفبرك بينسى لكن اللي عنده خبر مؤكد وصحيح عمره ما ينساه هيقوله مرة واثنين وثلاثة وعشر النهاردة الكلام على رحيل كل اللعيبة والكوميدي بقى كمان والكوميدي اني هو هو نفس الشخص او بشكل عام كمان في ناس تانية عشان برضو هي ما عندهاش مهنية مش عارفة لهم صحفيين ولا هم اعلاميين ولا هم دارسين بيتعاملوا مع الاخبار ده لانها اخبار رسمية لان فيه موقع اسمه ترانسفير ماركت امركت كتب موقع ترانسفير ماركت اللي موجود كاوب سايت هو مش موقع رسمي هو مش موقع تبع الاتحاد الدولي يعني والله العظيم احد الاشخاص برضو اللي بتكلم عليه كيف مرة كلام ده كان من سنة سنتين قال لك ايه اصل ترانسفير ماركت اعلن ان فيه لعيب رايح كزا وده موقع تبع الفيفا طبعا نرد عليك نقول لك ايه لما تقول ان ترانسفير ماركت تبع الفيفا احنا نرد عليك نقول لك ايه ولا الناس اللي ترد عليك ده اي واحد شاب صغير شاحن كرتب عشرة كده وقاعد بيفتح النت وبيبص فاهم ان الفيفا حاجة والترانسفير ماركت ده حاجة تانية ليه لان الترانسفير ماركت ده موقع انا وغيري ممكن نأسسه ونتكلم على انتقالات اللاعبين على مستوى العالم لكن ليس موقع معتمد ولا موقع لا علاقة بالاتحاد الدولي ولا موقع لا علاقة حتى بانتقالات القيد وقيد اللاعبين على المستوى الرسمي هو مش التيم اس يعني انت لازم تعرف ان في فرق ما بين التيم اس سيستم الفيفا بتاع القيد وده مش موقع بروفيشنال يعني ده موقع متعلق بسيستم تسجيل لعيبة ما بين الاندية والاتحادات الوطنية وفي حاجة تانية اسمها للترانسفير ماركت ما عندناش مشكلة والله انفهم الناس لو الناس بتحول برضو تضرب اخبار بس للأسف الاخبار ده بتسمع بشكل سلب على الاهل فيقول لك تمال لعيبة ماشية ويقول لك لعيبة جاية وشائعات بتنتشر ويقول لك اصلي القيمة السوقية اللي جاية لشراء اللعب خمسة مليون دولار يا سيدي هو ترانسفير ماركت اللي كتب لكن العرض الرسمي مفيش اهي اهي الصورة اللي انتشت على السوشيال ميدي والله العظيم الصورة دي انا شايفها بالي ومين وكل ما تعد قدامي قاعد اتحك بص مين كريستو خالد عبدالفتاح محمود قهربة حمزة علاء اللي رايح الالعاب الالعبية في باريس انت عارف بعد الالعب الالعبية ممكن الحمزة علاء ده يبقى فين عارف ممكن الجهاز الفني يعتمد عليه مع الشيناه ومصطفى شبيرو قال لا انتوني مودست بيرسي تاو قليو ديانج يعني احنا شايفينه هو تمال لعيبة على فكرة وارد جدا على فكرة في نهاية المسلم ممكن اهي لعيب ولا اتنين من دول يبقى فيه اتفاق انه يمشي لان اكيد برضو انت بتعمل احلال وتجديد في القائمة بتاعتك زي كل موسلم ما انت استنى الفكرة عندك حمد فتحي وبعته ومع ذلك استمرت بشكل كويس ودعمت بشكل كويس مشي حمد فتحي جبت امام عشور اه ده وارد ولكن لما نصدر بعد نهاية دورة ابطال افريقيا والاهل عنده مباراة في الدورة العام ان فيه تمال لعيبة ماشيين بالصور اللي انتوا شايفينها طب انا ممكن اقولك ان فيه لعيبة من دول عقدهم لسه مستمر سنتين هيمشي ازاي بيع وشرة طب هل فيه عرض رسمي هل عندك ما يزبط بشكل رسمي ان فيه عرض رسمي لا طب مين قالك انه يمشي هل كولر وافق ان فيه حد من دول يمشي لا لا لسه اولا لسه فيه دوري والكلام ده انا عارف الفترة الجاية هيتصدر كتير عشان مشكلة الدوري والمنافسة اللي هتبقى في الدوري مع بيراميدز الكلام ده هيتصدر كتير لان الفترة الجاية هتشوفوا لجان مش لجان الالكترونية لجان اعلامية بتشتغل على تصدير اخبار غلط وجود شوشرة في الميديا وجود شوشرة في السوشيال ميديا ليه؟ لأن فيه منافسة جاي في الدوري في نادي محققش أي ألقاب على مدار تاريخه من ساعة ما بدأ من كم سنة فعايز حقق بطولة مبالك في بطولة زي بطولة الدوري العام فهتلاقوا إشعاعات كتيرة سواء اللي ممكن بيعمل كده عشان أنت ما تكسبش أو بيعمل كده حباً مثلاً في نادي منافس ممكن يكسب لو هو مش هيكسب وارد جداً ممكن يحصل ده الفترة الجاية ولكن بقول لحضراتكم طالما فترة القيد لم تبدأ يبقى لسه الموسم مستمر ولسه الدوري مستمر ولسه المنافسة مستمرة لما القيد يبدأ في الدوريات العربية والخالجية والأوروبية ويجي عرض للنادي الأهلي أكيد النادي الأهلي هينقش ده ممكن يبقى فيه اللاعب ممكن يبقى فيه لتنين لعيبة ولكن في تمانية وتسعة وإن قوام الفرقة زي ما أنتوا شايفين بالشكل ده كله يمشي أعتقد الأمر ده مش هيبقى مقبول ومش هيحصل بالشكل أنتوا شايفينه وبيتصور ليكم على السوشيال ميديا حاجة تانية عايز أتكلم عليها وهي متعلقة باجتماع مهم جدا في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم اجتماع موجود في لندن على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا اللي هيتلاعب النهار ده من بروسيا دورتموند مع ريال مادريد الاجتماع ده لربطة الأندية الأوروبية الـ ECA هذه الربطة كان عندها اجتماعات عديدة الفترة اللي فاتت وخرجت أخبار في بعض الصحف الأوروبية بتتكلم على أن الربطة بتطالب أو بتطلب من الفيفا إلغاء مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة الاتحاد الدولي فيفا نشر على حسابه الرسمي ومن خلال تصريحات للأمين العام للاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي مدعو لاجتماع النهاردة في لندن لربطة الأندية الأوروبية في وجود رئيس الاتحاد الأوروبي وربطة الأندية الأوروبية برئاسة الأستاذ ناصر الخليفي مع الاتحاد الدولي وعنوان الاتحاد الدولي اللي خرج النهاردة تأكيداً للمعلومات أو نفياً للمعلومات اللي خرجت من بعض الصحف الإنجليزية الصحف قالت أن الربطة الأندية الأوروبية بتطالب بإلغاء مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وأن الربطة الأندية الأوروبية بتطالب بعدم إقامة البطولة في هذا الموعد النهاردة بعد اجتماع الفيفا وبعد إعلان الفيفا نقدر نقول بشكل رسمي أن الاتحاد الدولي أعلن على حسابه الرسمي أن فيه تعاون مشترك وفيه تفاهمات بالتم مع ربطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتنظيم وإقامة النسخة الأولى من منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك شراقة وثيقة من أجل تنظيم جيد ورائع لمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن كل الأخبار المنتشرة في الصحف البريطانية وتنقلة الصحف المصرية وصحف عربية هذا الخبر أعتقد النهاردة الفيفا قطع الشك باليقين وأعلن عن تنظيم البطولة وأن هناك شراقة وتعاون مثمر ابتداء من اليوم مع ربطة الأندية الأوروبية في اجتمعها المنعقد الآن في لندن قبل انطلاق نهاية دورة أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وريال مدريد دي كانت أبرز الأخبار والموضوعات اللي كنا عايزين نتكلم فيها نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نبدأ نشوف في اللي الكتب في آخر أخبار الترند لأن النهاردة أكيد في كلام بخصوص الترند الأهلي والترند المحلي وعندنا كلام على منتخبنا الوطني وكمان الترند العالمي فاصل ثم نواصل اشتركوا في القناة